وفي حسابات الربح والخسارة قالت النائب السابق يسرى رجب أن الأحزاب الكردية تتبادل الاتهامات والتي تصل أحيانا إلى الاتهام بالخيانة وهدر المال العام أثناء الدعاية الانتخابية لكنها تجلس مع بعضها لتقاسم المناصب بعد إعلان النتائج وأشارت إلى أن ما يحصل اليوم من تبادل اتهامات يؤكد وصول الأحزاب الكردية إلى قمة الازدواجية في مواقفها السياسية بطبول حرب إعلامية وافتقار خطط ومشاريع مستقبلية بإمكانها أن تخدم الشعب الكردية